موسيقى أهلا بكم مشاهدين الكرام لهذا الموجزي الإخباري يجري رئيس التونسي الباجي كيت سبس ابتداء من هذا الأربيع زيارة دولة للجزائر بدعوة من رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليق حسب ما فد به هذا التلتابيان لرئاسة الجمهورية وأوضح ذاته المصدر أن هذه الزيارة التي تدوم يومين ستتيح الفرصة للرئيسين لبحث سبل تعزيز أواصر الأخوة وتضامن التاريخية التي تربط شعبين التونسي والجزائري وتنشيط التعاون بين البلدين بما يخدم تنميتها المشتركة ويعزز بناء اتحاد المغربي العربية أفادت الأنباء الوردة من مصر بمقتل شخص وإصابة اثنين آخرين في انفجار عبوة الناسفة قرب مدينة الإسكندرية شمال البلاد وصرح مصدر محلي لبي بي سي أن الانفجار كان يسادف نقطة تفتيش تابع للشرطة لكنه لم يصفر عن سقوط ضحايا في صفوف قوات الشرطة المتمركزة في المكان وفي العاصمة القاهرة وقع انفجار صباح ثلتاء بالقرب من ميدان طلعة حرب في وسط المدينة بحسب مصدر أمني إلا أنه لم يصفر عن وقوع أي خسائر بشرية في الشاني اليمني انتهى اجتماع قيادة أحزاب اللقاء المشترك في اليمن الثلتاء دون التواصل لموقف محدد ورجح رئيس المجلس الأعلى للقاء المشترك محمد الرباعي صدور الموقف النهائي في الأزمة أو من الأزمة الأربعاء يوم انتهاء مهلة الحثيين وكانت ضغوط جماعة الحثي دفعت أحزاب اللقاء المشترك إلى تعليق مشاركتها في الحوار الرامي إلى احتواء تداعية استقالة الرئيس اليمني الأمر الذي قد يدفع الجماعة إلى تنفيذ تهديدها بأحكام قبضتها على مقاليد الحكم في صنع في ملف الأزمة الأوكرانية صرح وزير الخارجي الألماني فرانك شتينماير بأن تزويد أوكرانيا بالأسلحة الأمريكية في حال حدوته لن يسهم إلا في ارتفاع حصيلة ضحايا النزاح وعبر شتينماير خلال مؤتمر نقلمي لحزب ألمانيا الاجتماعي الديمقراطي في نورنبيرغ عن قتناعه بأن النزاع في أوكرانيا لا يمكن حله بالطرق العسكرية لافتا إلى أن الأمريكيين الذين يبحثون مسألة تزويد أوكرانيا بالأسلحة على قناعة بعدم جدوى استخدام القوة مشددا على ضرورة محاولة تسوية النزاع بطرق السلمية عبر الحوار بين الأطراف المتنزعة إلى هنا مشاهدين نصل إلى نهاية موجزنا الإخبار شكرا على المتابعة للقاء